قال متى بني المسجد الحرام؟ من بنى المسجد الحرام؟ قال بناه آدم قال وكم بينه وبين المسجد الأقصى؟ قال بينهما أربعين سنة هذا رد على من يدعون على أن هيكل سليمان أن سليمان هو من بنى المسجد الأقصى هذا مسجد قبة الصخرة وليس المسجد الأقصى هذا هو مسجد الأقصى الحقيقي علموا أبناءكم أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يوجد بداخله المصلى القبلي وقبة الصخرة الذي يضم الصخرة المشرفة التي عرج منها النبي للسماء في ليلة الإسراء والمعراج المسجد الأقصى وقبة الصخرة معالم إسلامية والحركة السهينية تريد طمس هويتهم ومحو التاريخ الإسلامي من الأساس وأعلمها يروق صورة مسجد قبة الصخرة على إنها صورة المسجد الأقصى وده بهدف تغيير الصورة الذهنية عند الأجيال القادمة مخططات الاحتلال تحاول تهويد المسجد الأقصى المبارك اللي بيعتبر ثاني مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرامة وهدم قبة الصخرة اللي بيعتبر جزء لا يتجزأ منه وموجود داخل أسواره صديق المشاهدة لو عاوز تعرف الفرق بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة وتكتشف بنفسك حياة المخططات الصهيونية المزعومة يبقى لازم تكمل معانا الفيديو للآخر بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مبدئاً كده صديقي كلنا عارفين مدى الخطورة اللي بيواجهها المسجد الأقصى والواضح في إطار تصاعد حدة الاشتباكات بين أبناء الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي والحقيقة إن السبب بيرجع لأهميته الدينية والتاريخية للعرب بشكل عام ولليهود بشكل خاص فأت لأن المسلمين بيقدسوا باعتبار واحد من أكبر مساجد العالم وأحد المساجد الثلاثة اللي بيشد المسلمون الرحال إليها وده لأنه أول القبلة في الإسلام وثالث أقدس الأماكن في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة ومسر الرسول صلى الله عليه وسلم فاسم المسجد الأقصى كان بيطلق على الحرم القدسي ككل لأن المكان اللي ارتاق في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراجة وعليه نزلت الآية الكريمة في القرآن الكريم في سورة الإسراء واللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أما اليوم فاسم المسجد الأقصى بيطلق على المسجد القائم في النحاية القبلية من الحرم القدسي وهو بيقع في القدس الشرقية وهي جزء من الأراضي الفلسطينية اللي اليهود بيزعموا إنها أرض المعاد وأتلاقي اليهود بيقدسوا المسجد الأقصى وبيعتبروا أهم مكان بالنسبة لهم فأتلاقيهم بيطلقوا على ساحة المسجد الأقصى اسم جبل الهيكل نسبة إلى هيكل سليمان المندثر أسفله حسب زعمهم والعديد من المنظمات اليهودية المتطرفة بتحاول التذرع بهذه الحجة لبناء الهيكل حسب معتقدتها وللبحث عن الهيكل المزهومة وعلشان كده على مر تاريخ بوجه عام بيسعى الكائن الصهيوني إنه يطمس الهوية العربية الإسلامية ويمحو التاريخ الإسلامي وبوجه خاص بيتعمد الإعلام الصهيوني الخلط بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وده من خلال بث صورة مسجد قبة الصخرة على إنها صورة المسجد الأقصى بهدف تغيير الصورة الذهنية عند الأجيال القديمة بشكل المسجد الأقصى اللي بيعتبر ثاني مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرام وهنا لازم نشير إلى أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة بيتعرض للعديد من المشاكل والتحديات ومنها الأضرار النتيجة عن الأعمال الإسرائيلية في المنطقة زي التعدي على الحرم الشريف وإقامة المستوطنات في القدس الشرقية بالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإدارة المنطقة وتحديد ساعات الدخول للمسلمين وفقاً لما ذكره دكتور أحمد سعد أستاذ التاريخ بكلية التربية فهدف المخطط الصهيوني دايماً هو هدم المسجد الأقصى في يوم من الأيام وتحقيق خطة اليهود بإقامة معبدهم أو هيكلهم المزعومة وبالفعل بيعتقد الكثيرون من الناس أن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى لكن الحقيقة إن في فرق كبير ما بينهم فمسجد قبة الصخرة بيعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وموجود داخل أسواره وده غير إن مسجد قبة الصخرة تم بناءه بعد المسجد الأقصى بمدة زمنية كبيرة جداً بتقدر بحوالي أربعين سنة وبيشير بعض المؤرخين إلى أن هناك تفسيرات متعددة لبناء المسجد الأقصى الأول وليس هناك توافق دقيق حول هوية من بناءه فبعض الروايات بتشير إلى أن أول من بنى المسجد الأقصى كان هو النبي آدم عليه السلام وهناك روايات أخرى بترتبط بسام بن نوح أو النبي إبراهيم عليهما السلام وبكماع الأحوال الروايات دي كلها بتعتمد على تقاليد وقصص قديمة وممكن يكون لها أهمية دينية وثقافية في تقاليد معينة ولكنها مش معترف بيها بشكل رسمي في الإسلام شوف يا صديقي المسجد الأقصى اتبنى قبل الميلاد بأكتر من ألفين سنة وهو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام في مكة وفقا لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه لما قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام قلت ثم أي قال صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال صلى الله عليه وسلم أربعون سنة ثم حيثما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه أما بالنسبة للدليل التاريخي اللي لو جينا نطلع عليه هنلاقي ذكر لنا إن هيكل سليمان تم بناءه في العصور الإسلامية الوسطى أما المسجد الأقصى فبيع التاريخ إلى العصور الأديمة حيث كان هناك هيكلين يهوديين مهمين على الموقع والهيكل الأول هو هيكل سليمان والهيكل التاني تم هدمه سنة سبعين ميلاديا خلال الغزو الروماني للقدس واحتلال ديطس لأورشليم وفي الفترة البيزنطية أمر إمبراطور جوستانيان ببناء كنيسة على الموقع وبيقال إن اسمها كنيسة العذراء الجديدة أما المؤرخ جيمس فرغسون فبيقول إن المسجد الأقصى ليس بكنيسة جوستانيان ولا صحة للقول القائل إنه بني في الموضع الذي كانت تقوم عليه الكنيسة فلا القناطر ولا العقود التي تحمل الأقصى لا ولا الأعمدة والتيجان التي فوق الأعمدة من النوع الذي كان معروفا على عهد جوستانيان وبناء المسجد نفسه لا يشبه أي كنيسة من الكنائس التي بنيت في ذلك العهد ولم يكن لأي كنيسة من الكنائس التي بنيت في تلك العهد قبة كقبة مسجد الصخرة وكما الكلام قال إنه لا يعقل أن يبني جوستانيان كنيسة في وسط المكان الذي كان يقوم عليه هيكل سليمان الرجل الذي اشتهر بالزهد والتقوى أما المؤرخ أوتيخيوس فقال إن نصارى لم يبنو أي كنيسة بسبب غضب المسيح على تلك المنطقة ودعائه عليها بالخرب وكل دا يا صديقي غير إن التاريخ مذكرش أن المسلمين سلبوا النصارى أي كنيسة من كنائسهم أثناء الفتح الإسلامي وذا طبعا لو كان حصل لكان المؤرخين المسيحيون أقاموا الضجيج وانتقدوا أعمال المسلمين ولكن العهد العمرية اللي أعطاها عمر بن الخطاب إلى نصارى إلياء دليل كافي لإثبات ما فعله المسلمين بعدما أتم أبو عبيدة بن الجراح فتح الشام جال أمر بن الخليفة عمر بن الخطاب بالزحف نحو القدس فبعدما لبى أبو عبيدة أمر الخليفة وزحفت جيوش المسلمين إلى القدس كان الحصاري لدام أربعة أشهر حتى قام سكانها وطلبوا تسليم المدينة إلى الخليفة نفسه فحضر إليها عمر بن الخطاب بنفسه وتم استقباله أمام أسوار المدينة وأعطى أهلها وثيقة الأمان المعروفة بالعهد العمرية المهمة صديقي إن في القرن السابع بنا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان المسجد الأقصى الحالي على يد العمالة المسلمة وكان الإمام الشافعي والإمام الحسن البصري والإمام أحمد بن حنبل من بين العلماء اللي درسوا في المسجد الأقصى أما قبة الصخرة واللي ابتقى في قلب الحرم الشريف فاللي بناه هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بعد معاهد إدارة بناءه إلى اثنين من رجاله واللي هم رجاء ابن حيوة الكندي أحد العلماء الأعلام في صدر الإسلام ويزيد ابن سلام وفي سنة 685 ميلاديا بدأ البناءون في بناءه وانتهوا منه سنة 691 ميلاديا وفي بداية الأمر بأن قبة السلسلة الموجودة شرق قبة الصخرة كان موتك ثم بنوا المسجد نفسه وده صديقي معناه إن مسجد قبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى وليس نفسه وقال الدكتور جوستاف لوبون لم تكن قيمة هذا المسجد بما يثيره من ذكريات فقط بل إنه من أهم المباني العجيبة التي شادها الإنسان إنه أعظم بناء يستوقف النظر إن جماله وروعته مما لا يصل إليه خيال الإنسان وده لأن قباته بتعتبر من أهم وأبرز المعالم المعمرية الإسلامية وهو أقدم بناء إسلامي باقي محافظا على شكله وزخرفته ولكن لما احتل الصليبيون القدس سنة 1099 ميلاديا بعد معركة دمية دامت أربعين يوم حاولوا مسجد قبة الصخرة إلى مبنى تنبيليوم دوميني كقصر ملكي واستبل خيول وفي سنة 1119 تم تحويله إلى مقر لفرسان الهيكل أما المسجد الأقصى فاستخدمه وبعد حصار 1187 استطاع صلاح الدين الأيوبي استعادة القدس من يد الصليبيين والحقيقة إن صلاح الدين ما فعلش بأعداءه الصليبيين زي ما هم عملوا فلم يقتل منهم أخدا بعد أن تم له فتح المدينة بل سمح لهم بترك المدينة مقابل الجزية ومش بس كده دعف عن الكثير منهم ودفع لهم الجزية وأزل عن قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك معالم النصرانية وعادهم إلى ما كانوا عليه في القرن الثاني عشر وبدأ يعمل على إعمار المدينة وقام بإجراء بعض الترميمات والتحصينات على المسجد الأقصى وهو تحت السيطرة المسلمة واستمر تحت سيطرتها حتى العصور الحديثة وفي أخر القرن التاسع وبالتحديد في سنة 1876 تولى السلطان عبد الحميد الثاني حكم مصر ومنع حجرة اليهود إلى فلسطين وحرم عليهم شراء الأراضي لحد ما احتل الجيش البريطاني القدس في سنة 1917 بعدما دخلها الجيش البريطاني بقيادة الجنرال السير إدموند اللنبي اللي قدر يسيطر على فلسطين كلها مروراً بالأحداث التاريخية إلا أدت إلى الوضع الحالي للمسجد الأقصى والقدس شوف يا صديقي المسجد الأقصى بيقع فوق هضبة صغيرة اسمها هضبة موريا موجودة داخل البلدة الأديمة بالقدس في فلسطين وبيشمل قبة الصخرة والمسجد القبلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة وعدة معلم أخرى يصل عددها لمتين معلم ومن حسن الحظ أن كل الأماكن المقدسة الموجودة إسلامية ومسيحية بما فيهم المسجد الأقصى وقبة الصخرة وجدار الحرم المعروف بالبراق وكنيسة القيامة إنها كلها للعرب مسلمين ومسيحيين لا دخل لليهودية فيها ومن فترة أصيارة اتعلقت صورة مزيفة في مكتب لجنة الاستئناف المركزية التابع لوزارة الداخلية الإسرائيلية في مدينة القدس وكان في حائط البراق في الجهة الغربية للمسجد الأقصى وأزلوا منها قبة الصخرة الذهبية وده أثر غضب الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي واتهم بعضهم جهات إسرائيلية بتعمد فعل ذلك وذكرت صحيفة هارتس العبرية في تقرير لها إن سورة القبة المخفية علقت داخل مبنى الوزارة وتحديدا في غرفة الاستئبال بمكتب لجنة الاستئناف المركزية المكان الذي يتوافد إليه الفلسطينيون عادة لاستئناف تصاريح البناء المرفوضة من قبل البلدية ويظهر مبنى مسجد قبة الصخرة في الصورة خلف حائط البراق لكن دون قبة ده الذهبية وذكرت هارتس إن المسؤولين في المكتب قالوا إن شركة خارجية هي العلاقة الصورة وإن الشخص اللي عمل كده قد لا يكون لاحظ وجود أي فرق ولفتت الصحيفة إلى إنه تم إزالة الصورة حتى لا تسيء للمشاعر الدينية ومن الناحية الثانية اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان أصدرته إن حركة إزالة قبة الصخرة من الصورة بتكشف عن مخططات الاحتلال بهدن قبة الصخرة وتهويد المسجد الأقصى المبارك والحقيقة صديقي هو ده اللي شاغل عقل للحركة الصهيونية واللي مخليها عاوزة توصل لي علشان تثبت وجود هيكلها المزعوم ويبقى لها مكان مقدس في فلسطين زي العرب والمسيحيين وتبقى أرض فلسطين من حقهم زي ما بيدعوا إنها أرض المعاد واللي احنا بنمر بحاليا ما هو إلا ترتبات الصهيونة بطمس صورة المسجد الأقصى من وعي المسلمين وتهويده وللأسف ناس كتير أحيانا بتقع في خطأ التفرقة بين المسجد الأقصى وبين مسجد قبة الصخرة في فلسطين نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم وأن يطهر المسجد الأقصى من إخوان القردة والخنازير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبكده تكون خلصت حلقتنا هستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا عاوزين موضوع إيه نعرضها لكم في القناة وتشوفوا الموضوع اللي فاتت وتستنوا الموضوع اللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر